نزوح من بعده نزوح هكذا هو حال الفلسطينيين في مدينة خان يونس بعد أوامر إخلاء إسرائيلية أوامر بالإخلاء القصري سبقت عملية إسرائيلية جديدة تنفذها الفرقة 98 لقوات الاحتلال جنوبي قطاع غزة نحن شاردين أربع مرات من المنطقة الشرقية كل يوم حارب كل يوم سواريخ بنزل علينا لا يوجد مكان آمن في المنطقة الشرقية نحن نرزحنا في الشارع وليس عارفين من نروح يعني كل المناطق الشرقية حربوا إلى المناطق الآمنة لا يوجد مكان آمن في الحين نحن هنا ندور مكان نهو فيه أطفالنا غارة جوية مكثفة شنها طيران الاحتلال زعما استهداف أكثر من 30 هدفا تابعا لحركة حماس في خان يونس من بينها مستودعات للأسلحة وتجمعات لمقاتلي حماس عملية تسببت في إخلاء آلاف الفلسطينيين لمنازلهم المدمرة التي لم يلبثوا أن عادوا إليها سوى بضعة أيام عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة بنهاية يوليو الماضي تهجير من منطقة طالها الخراب ومنازل مدمرة حتى آبر المياه والشوارع والمرافق العامة التي هي بالفعل خارج الخدمة بسبب القصف العشوائي للاحتلال لم تسلم فمن لا مأوى له ولا يجد ما يقطط به أصبح مطالبا بالبحث عن مكان جديد يؤويه هو ومن تبقى من عائلته أو من نجى منهم من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطع غزة منذ اكتوبر الماضي